السلام عليكم ازايكم يا احبابي رب تكونوا بخير وصحة وعافية رب طبعا متواصلين مع تفسير تأويل اختلاف الانسان اعضائه واحدا واحدا على الترتيب طبعا الفيديو الباب ده سلسلة متواصلة ده الجزء التاني بقى كل صفحة هنشرحها ونتكلم الاجزاء اللي هي طبع اعضائي الانسان طبعا متواصلين مع تفسير مجلد ده رؤية تفسير مجلد تفسير الاحلام انا اسوأ الامام ابن سرين اكثر المفسرين شرحا وبساطة في الكلام طبعا احنا كنا اتكلمنا عن في الفيديو في الجزء الاول كنا بنتكلم عن الانسان لو شاف رؤية وجهه اسود وبيدل على ايه طيب لو شاف ان هو نفسه اسد او حيوان او طير من الطيور فرؤياه ايه وهكذا ولو شاف مثلا وجهه لونه احمر او اسود او ابيض على حسب او شديد البياض او او احنا اتكلمنا في الحاجات دي برضو هنتكلم عن نيجي نكمل بقى والرأس على رمح او خشبة يعني مثلا حد رأى ان رأسه على رمح او خشبة تمام رئيس مرتفع الشأن ومن رأى كأن رأسا من رؤوس الناس احنا طبعا هنتكلم في الفيديو ده عن الرأس تمام اه ومن كان ومن رأى كأن رأسا من رؤوس الناس في وعاء عليه دم فهو رجل رئيس يجذب عليه ومن رأى كأن راقبته ضربت وبانى احنا قلنا ان بانى يعني ايه الله ما صلى على رسول الله قلنا بانى هنا اه بانى يعني انفصل اه انفصل رأساه عنه فانه مريض شفية او مديون قد يدينه او صرورة حج صرورة حج مش عرفها صرورة يعني ايه بصراحة وان كان في قرف او حرب فرج عنه فان عرف الذي ضربه فان ذلك يجري على يده من ضربهم فان ذلك فان كان ذلك الذي ضربه صبيا لم يبلغ فان ذلك راحته وفرجه من ما هو فيه من قرب او مرض وهو موته على تلك الحاج كذلك لو رأى وهو مريض قد طال مرضيه وتساقطت عنه ذنوبهم احنا عارفين اني مثلا حد حلم حلم اني اه اه يعني اه رأسه او شاف ان هو مثلا حد اه بيدربه تمام؟ فان كان اللي بيدربه مثلا صبيا لم يبلغ اه في ذلك بتدل على حاجات كتير فرج اه هم يعني ايه مما هو فيه قرب مرض اه موته على تلك الحال يعني مثلا ايه اه كذلك لو رأى وهو مريض بقى لو مثلا رأى الرؤية دي وهو مريض كالطالة مرضيه وتساقطت عنه ذنوبهم او معروفا بالصلاح هو يلقى الله تعالى على خير حالته ويفرج عنهم وكذلك المرء النفساء والمريض والمبطون او من هو في بحر العدو وما يستدل به الشهادة على الشهادة فان رأى ضرب العنق لمن ليس به قرب ولا شيء مما وصفت فانه ينقطع ما هو فيه من النهاية طيب ويفارقه بفرقة رئيسه ويزون سلطانه عنه ويتغير حاله في جميع امورهم دي بقى رؤية رأس على رمح او خشب تمام وبرده الرؤية بتختلف حسب صاحب الرؤية طيب فان رأى ان ملكا اوليا يضرب عنقه فان الوالي هو الله ينجيه من همومه ويعنيه على اموره يعني حذ رأى ان ملكا اوليا يضرب عنقه يعني حد حلم واحد حلم ان رأى ملك اوليا الملك ده بيدرب عنقه ده بقى في الرؤية بقى ايه بقى الوالي هو الله ينجيه من همومه من الهموم يعني ويعينه على اموره فان رأى ان ملكا ضرب رقاب رعياته فانه يعفو عن المزنبي ويعطق رقابهم وضرب الرقاب في المماليك يدل على العدق تمام وقيل من رأى ان رقابته تضرب اما بحكم الحاكم واما بقطع الطريق واما في الحرب او غيره فان ذلك مزموم لمن كان ابواه باقين وكان له ولد وذلك ان الرأس يشبه بالوالدين تمام يعني يكون حد مزموم يعازي بالله لانهما سبب الحياة ويشبه ايضا بالاولاد من اجل الصورة فان رأى ذلك خائف او من حكم او من حكب عليه بالقتل فهو محمود لان البلا يصيب الانسان مرة واحدة وليس يصيبه مرة ثانية فاما في السيارة او ارباب رؤوس الاموال فانه ايه بقى فانه يدل على ذهاب رؤوس اموالهم ويدل في المسافرين على رجعهم وفي المخاصمين على الغلب لان البدن اذا قطع رأسه عدم الشفاء وان رأى ان رأسه في يده فذلك صلاح لمن لم يقل له اولاد ولم يقدر على الخروج في صفر واذا رأى كأنه في يده رأسه وله رأس اخر طبيعي دل على انه يقاوم شيئا من الافات التي تكتنفه تكتنفه ويصلح شيئا من اموره الرديئة التي في تدبيره ورأى ان رجلا جاء الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رأسي قطع في مكاني انظر اليه باحدى عيني فتمسل صلى الله عليه وسلم وقال بأيما كنت تنظر اليه فلبس ما شاء الله ان يلبس ثم مات صلى الله عليه وسلم والنظر اليه اتباع السنة والنظر اليه اتباع السنة والرأس الامام طيب ورأى ابن مريم ستين جارية يدخل دارهم وفي يد كل جارية طبق عليه رأس انسان مخصبون ممشود فكأن تاليا يتلو وما كان لبشر ان يقلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب فقص رؤياه فقيل لهم ان الخليفة يقلدك حجبته وانك تنال ستين الف دينار فكان ذلك دي رؤيا ابن مريم رجل يعني رأى رؤيا دي طيب ومن رأى رؤوس الناس مقطوعة بيده في محلي فان الناس ينقاضون اليه ويأتون ذلك الموضة وربما اجتمع الناس هناك فان رأى انه ملك رائسا فانه مال يصير اليه اقله الف درهم واكثره الف دينار فان رأى الامام في رأسه تمام ماشي ماشي فان رأى كأن رأسه رأس كلفة انه يجور ويعامل رعيته بالسفة لان الكلب مش حلو برضو في المنام يعني 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 ايه يدل على انه يجور ويعامل رعيته اي ان كان رعية الرأي ده بالسفة بقى والدونية والحاجات دي وشعر الرأس بقى شعر الرأس مال وطول عمر والجمة الجمة هي ايه ده والجمة الجمة مجتمع شعر الرأس تختلف باختلاف صاحب الرؤية فان رأى صاحب سلاح على رأسه فهو زيادة ووقاية وهيبة لهم وان رأىها غني فهو ماله وان رأىها فقيف فهي زنوبهم وحسن الشعر الرأس شرف وعز فان رأى شعره جدعا وصبتا الصبت بقى ايه الصبت شعر صبت ايه مسترسل غير مجعد يعني شعر جميل حلو جدا فانه يشرف يشرف ويعز فان رأى شعره الجعد اللي هو صبتا صبتا فانه يتضع يتضع يعني ايه يصير وضيع وان ويصير بقى ايه ايه ده ويصير دون لسا انا كنت بقى كالشبس يعني ويصير دون ما كان وان رأاه صبتا طويلا مفترقا فان فان مال رأسه يفترق وان كان ناعما ليا فانه زيادة مال رأسي وقيل من رأك ان له شعر طويل وهو النصر فانه محمود وخاصة في النساء فانه يستعملن شعور غيرهن احنا في الزينة تمام اعنى توقف الحد هنا علشان كل فيديو عشر دقاشر ما نتوش عليكم برضو اه احنا اتكلمنا بقى ايه اتكلمنا في الفيديو ده عن الرأس تكمية الرأس بقى واتكلمنا عن شعر الرأس اتمنى ان انا اكون اعفادتكم متوصلين ان شاء الله في الجزء الثالث